بسم الله الرحمن الرحيم خامسا من خصال الفطرة ترك القزع والقزع هو القطع وهو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر وحكمه مكروه يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقه كله أو اتركه كله أما إذا كان فيه تشبه بالكفار فإن الحكم ينتقل من الكراهة إلى التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم سادسا من خصال الفطرة الاستحداد والاستحداد هو حلق العانى بالحديد وهذا سنة والعانى هي الشعر الذي يخرج حول القبل أما الشعر الذي يخرج حول الدبر فاختلف فيه هل هو من العانى فيستحب حلقة أو ليس من العانى فيستحب حلقة وعلى كل حال إذا قلنا بأنه ليس من العانى وبالتالي لا يكون من الاستحداد فإن التنظيف من الفطرة ومما يدل على سنية الاستحداد قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الفطرة وخمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقريم الأظافر ونتف الإبط سابعا من خصال الفطرة حف الشارب وحف الشارب هو المبالغة في قصه وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل أفضل حف الشارب أو قصه فالقول الأول يرى أن القص أفضل وهو أن تقص من أطرافه حتى تبدو الشفة العلية والرأي الثاني يقول أن الحف أفضل وهذا ما عليه أكثر هذا العلم وهو المبالغة في قص الشارب وليس المراد حلقة وقت قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وحلق العانى هناك أوقات الوقت الأول وقت الاستحباب وهو إذا طالت هذه الأشياء وذكر بعض العلماء أن الاستحباب يكون كل أسبوع وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يتعهد هذه الأشياء كل أسبوع ولم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولكنه ورد عن بعض السلف وقت الكراهة وهو أن يتركها فوق أربعين يوما لحديث أنس رضي الله عنه قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانى وتقليم الأظافر أن لا ندع ذلك فوق أربعين يوما هذا والله أعلم وأحكم